دعا الأردن المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري وعاجل من أجل وقف أعمال العنف ضد مسلمين روهينغا في بورما وبحاسبة المسؤولين عنها مؤكدا أن ما يحدث هناك هو جريمة وإرهاب دعوة الأردن هذه تزامنت مع دعوات أخرى وجهتها دول العالم الإسلامي للتدخل وحل تلك الأزمة التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة المزيد في هذا التقرير بعد أن استطاعت أزمة أقلية روهينغا المسلمة القديمة المتجددة أن تصل إلى عنوين الصحافة ونشارات الأخبار وجد العالم نفسه أمام أزمة خطيرة تواجه هذه الأقلية في بورما لفتت الأنظار إليها مع ازدياد أعمال العنف ضدها الأردن دعا إلى تحرك دولي فوري لوقف أعمال العنف هناك ومحسبة المسؤولين عنها وصفا إياها بالجريمة والإرهاب وزير الخارجية وشؤون المختربين أيمن الصفضي كتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الأردن يعمل مع لشقاء في منظمة التعاون الإسلامي لإطلاق هذا التحرك اتهاض الروهينيجا وأعمال العنف ضدها أثارت غضب العالم الإسلامي وخاصة مع تفاقم هذه الأزمة ما أدى إلى فرار نحو 270 ألفا من الروهينيجا منذ الخامس والعشرين من آبا الماضي إلى مخيمات تغص باللاجئين في بنجلدش يرزحون تحت ظروف معيشية صعبة الروهينيجا البالغ عددهم حوالي مليون نسمة تعتبرهم بورما ذات الأغلبية البودية مهاجرين غير شرعيين وترفض منحهم الجنسية ويعيشون في ظروف تشبه نظام الفصل العنصري ويخضعون لقيود على تحركاتهم الزعيمة البورمية أونكسان سوتي الحائزة على جائزة نوبل للسلام واجهت انتقادات بسبب طريقة إدارتها لأزمة الروهينيجا فيما قررت السلطات في بورما إقامة مخيمات لمساعدة النازحين من أقلية الروهينيجا في ولاية راخين لتقديم المساعدة وذلك بعد 16 يوما من أعمال عنف واسعة ضدهم إذن أزمة الروهينيجا وإن لم تكن جديدة إلا أن العالم لم يلتفت إليها إلا بعد تصاعد أعمال العنف ضد هذه الأقلية بلا دولة فهل يتحمل العالم مسؤولياته تجاهها أم ستبقى في إطار تصريحات الزعماء والمسؤولين محصورة في عبارات الإدانة والتنديد ترجمة نانسي قنقر